اشتركوا في القناة ولكن بعد مرور تاريخ معين لقد وضي 88 عاما على هذه الظهورات من بعد البابا بيوس الثالث توالى 12 بابا على رئاسة الكنيسة وكان البابا يحن بولوس الثاني هو الثاني عشر البابا الذي سلفه وهو الحادي عشر يضع البابا يحن بولوس الأول لم تدم حضريته سوى وقت قصير جدا توفي بعد شهر واحد من انتخابه ينتخب الحبرة الأعظم مدى الحياة مدة رئاسة البابا الثاني عشر الذي خلفه كانت طويلة فقدامت حبرية البابا يحن بولوس الثاني 27 عاما منذ عام 1978 إلى 2005 وهي أطفل ثالث رئاسة في التاريخ تبقى للنبوءة فإن خليفة يحن بولوس الثاني سيجري ثورة في الكنيسة الكاثوليكية سمحت الكنيسة بالكشف عن السر الثالث للسيدة فاطمة الأسرار الثلاثة إنما هي سر واحد أعطي في رسالة إبان شهر يوليو من سنة 1917 حيث طلبت السيدة العذراء حدم البوح بها جاءت الرسالة في ثلاثة أجزاء السر الأول هو عبارة عن صورة للجحيم السر الثاني يظهر كيفية خلاص النفوس من الجحيم وكيفية الحصول على السلام هذا الجزء يخص روسيا بينما يأتي السر الثالث في قالب قابلا للعديد من السروحات والتأويل قد سمحت الكنيسة بكشف جزء من سر فاطمة للمؤمنين ظهرت مريم أم يسوع لثلاثة أطفال صبيا وذنتانهم لوسيا درسينتوس ولأبناء عمها جاسينتا وفرانسيسكو مارتو في مدينة فاطمة بالبرتغال عام 1917 هذا وقد أثبت توقوع هذه الأحداث الغير عادية أمام عشرات الآلاف من الشهود واحدة من البنات وهي لوسيا كانت لا تزال على قيد الحياة حتى وقت قريب تعيش في أحدى الأديرة في أوروبا سلمت الأخت لوسيا الرسالة الأولى إلى البابا بيوس الثاني عشر وكان يرتعش عند نهاية قراءتها ولكنه حجب سرية مضمون رسالة عن عامة الشعب وعندما قرأها البابا يدحن الثالث والعشرين صار أيضا يرتجف لقد أخفل إثنان سر هذه الرسالة لعلمهما أن شأن كشفه يسبب حالة من الهلع واليأس العالمي حاليا كشف عن آخر جزء من الرسالة ليس الغرض من ذلك الضعر ولكن علينا المعرفة لإعداد مفوسنا قالت العذراء للوسيا ابنتي لقد أوضحت العالم ما سيحدث في السنوات منذ عام 1950 إلى عام 2001 فالبشرية لم تعد تمارس وصعي الله الواجب حفظها إن الشيطان يتحكم بالعالم ويبذر الكراهية والخلافة في كل مكان أنتجت البشرية أسلحة فتاكة استعمالها قد يدمر الكرة الأرضية في دقائق قليلة ستدمر نصف البشرية بطريقة فضيعة وستبدأ الحرب بالضرامة وسيكون هناك سراعات بين السلك الكهنوتي سيدرب الله العالم بمختلف أنواع الأعراض والظواهر الطبيعية مثل الدخان والبرد والسقيع المياه والحرائق والفيضانات والزلازل وسوء الأحوال الجوية والكوارث الرهيبة للغاية فصول الشتاء الباردة كل هذا سيحدث على أي حال حوالي سنة ألفين نتجه فتريجيا نحو نهاية الأرض ونقول لمن لا يريد أن يؤمن إن الوقت حان الآن لنا لنستنع ونصدق حديث الأم المقدسة التي تخاطب البشرية وهي تقول مارس الصدقة والصدق وأعمال الخير مع القريب المحتاج مع أولئك الذين لا يحبون بعضهم البعض كما أحبهم ابني فبعضهم سيبقى حيا ولكنهم سيتمنون الموت ملايين من هؤلاء سيفقدون الحياة في بضع ثوان إن أنواع الرقوبات المعدة للأرض لا يمكن تصورها وسوف يذوقونها دون شك ربنا سوف يعاقب بشدة كل من لا يؤمن به لسيما الذين يرفضوه ومن ليس لديهم الوقت له أناديكم أبنائي وأدعو من جميع من يلجون إلى أبن يسوع المسيح فإن الله هو المساعد لهذا العالم لكن من لا يشهد بإخلاص وولاء فإن له عذاب أليم وافق الباب بولس السادس الأب أغسطينيوس الذي يقيم في مدينة فاطمة على زيارة الراهبة لسية حيث أنها كانت متحصنة في دير فلا يحق لها أن تغادره ولا أن تتلقى الزيارات وقال الأب أغسطينيوس أنها استقبلته بقلب حزين وخاطر كسير قائل أبتي إن سيدتنا العذراء حزينة جدا لعدم الاهتمام بنبوءة عام 1917 كما يجب على الصالحين السير في الطريق الضيق بينما يسير الضالين في طريق واسع وسهل يؤدي بهم مباشرة إلى دمارهم الذرين صدقني يا أبتي إن العقاب سيكون عن قريب أرواح كثيرة على حافة الهلاك أمم عديدة سوف تختفي عن وجه الأرض ولكن بالرغم من كل ذلك إذا التجأ الناس إلى الصلاة والتأمل وإتمام الصالحات فإنه من الممكن إنقاذ العالم بخلاف ذلك إن استمر الناس في مرضهم فسوف يهلق العالم البشري إلى الأبد لقد حان وقت نسر رسالة سيدتنا العبراء مريم على جميع معارفنا وأصدقائنا وأصدقائهم وللعالم أجمع لقد حان وقت الصلاة لنرفع أرواحنا مستغفرين الله فنحن على ما يقرب من دقيقة واحدة من اليوم الأخير الكوارث تقترب ولهذا السبب كثير من هؤلاء الذين ابتعدوا سيرجعون إلى أحضان كنيسة يسوع المسيح جميع البلدان إنجلترا روسيا الصين العالم بأجمعه كل المؤمنين المتدينين البرستانت محضرون الأرواح المسلمون البوذيون اليهود كل سيعود إلى العبادة والإمام بالله الإمام برسوله يسوع المسيح وبالوالدته القديسة لكن ما الذي ينبغي أن نتوقعه فالكلام عن الهدوء والسلام في كل مكان من دون جدوى لذا العقاب آتم مقتل رجلا في منصب المارموق سيسبب حربا جنوشا جبارا ستعبر أوروبا ثم تبدأ الحرب النووية ستدمر هذه الحرب كل شيء سيعمو الظلام والإرهاب على الأرض لمدة 72 ساعة أي ثلاثة أيام بعد هذه الفترة من الظلام والإرهاب بالكاد سيمنح الله ثلثة إنسانية البقاء ولن يبقى سوى الصالحين بالعهد الجديد خلال ليلة شديدة البرد عسرة دقائق قبل منتصف الليل زلزال كبير سيرجو الكرة الأرضية لمدة ثمان ساعات وستكون هذه العلامة الثالثة يبرهن فيها الله أنه الحاكم الأوحى على الأرض ليس على الصالحين ناشرين بوءة مريم العذراء التي أعلنت عنها في فاطمة أن يرتجفوا أن يخافوا أن يرتعدوا وأن يتساءلوا ما العمل فما علينا سوى الركوع والصلاة وطلب الغفران من الله لا تتركوا بيوتكم ولا تسمحوا للغريب بالدخول فلن يبقى على قيد الحياة بعد الكارثة سوى الصالحين الأحرار من سلطة الشعر لكي تتمكنوا من إعداد نفوسكم للبقاء على أمثال أولاد الأحباء أعطيكم العلامات التالية المهمة أغلق الأبواب ونوافذ منزلك لا تتحدث مع أي شخص ليس فعلا في منزلك لا تنظر إلى الخارج فلا تكن فضولا لأن هذا هو غضب الرب أشعل الشموع المباركة لإضاءة البيت لأن لمدة ثلاثة أيام لا ضوء آخر من شأنه أن يتوهج حركة الكرة الأرضية ستكون عنيفة لدرجة أن محور الأرض سيخرج عن وضعه الأصلي من عشرون إلى ثلاثة وعشرون درجة ثم يعود إلى مركزه الطبيعي ظلاما مطلقا شاملا سيسود الأرض فكل روح شرير سيكون حرة تصرف منهة من لم يرد بالاستماع هذه الرسالة التحذيرية الموجهة لمن لا يبغي الندم لتتذكر النفوس المسيحية البارد أن تضيء الشموع المباركة عد مذبحا مكرسا عليه المسلوب للتواصل مع الله من خلال إذنه الحبيب طالبين الرحمة اللامتا مهي وسط الولام المدلهم سيظهر في السماء صليب عظيم مؤلح يذكر بالثمن الباهض الذي دفعه يسوع المسيح من أجل خلاص البشرية جمعا لم يكن هناك مصدر نورا في المنزل سوى نور الشموع المكرسة ولم يدفئها شيء حتى ختام الأيام الثلعة المظلمة ينبغي أيضا أن يكون لديكم ماء مصلى عليه أو ممغنطة لرشل البيت كله ولا سيم الأبواب والنوافذ سيحمي فالرب ملكية المؤمنين المنتخبين اسجدوا اسجدوا أبنائي أمام عظمة صليب ابنه الإلهي وصلوا بتخشع القائلين اختر لنا يا الله خطايانا أنقذنا من نار الجحيم واجذب إليك جميع النفوس لا سيم منهم بأمس الحاجة إلى رحمتك أيتها العذراء مريم الحنونة تشفعي فينا نحن نحبك أنقذ عالمنا فعلى كل من يؤمن بصحة كلمات هذه الرسالة أن يبعث بها إلى الآخرين لا يجب أن يرتجف الصالحون لأي سبب في يوم الرب بينما لا يزال هناك وقت قل فيه الآن لجميع النفوس فالذين يلتزمون الصمم سيتحملون على عاتقهم مسؤولية فقدان العديد من الأرواح التي لم تصلها البشارة حين يتوقف ارتجاج الأرض سيلقى الذين لم يؤمنون مهتا شنيعا ستأتي الريح بالغاز وتنشره في كل مكان حاجبا الشمس عن الأنظار قد يجوث للبعض أن يعيشوا بعد وقوع الكارثة لكن لا تنسوا أن غضب الله مقدس وأنه متى بدأ محضورا عليكم النظر إلى الخارج مهتا كان السبب كل هذا في الكتب المقدسة انظروا العهد الجديد القديس لوقة الفصل 21 رسالة القديس بولوس الفصل الثالث أسعي النبي الفصل 1.40 سوف يسمح الله بحدوث كل ذلك ويتوقع كل من الباب والأساقف إحياء آخر مضمونها التوبة والصلاة لنتذكر دائما أن كلمة الله ليست تهديدا ولكنها بشرة سارة جدا أخيرا أخوتي أسكر لكم استماعكم والرجاء ثم الرجاء إرسال هذا الخبر إلى كل من تعرفه حتى تتوفر لنا كل فرص التوبة والبقاء نحن لا ندري مدى إيمان كل من سيستقبل هذا الخبر وإن كان سيصدق أو لا يصدق ولكن إن كانت هذه إرادة الله فستكون بغض النظر عن ديانتهم أما إذا كنت لا تعتمد صحة هذا الخبر على الأقل أرسله إلى الآخرين فإنه لن يكلفك شيئا إنما ستتيح لهم الفرصة ليقرروا بأنفسهم بأنه بإمكانهم تجنب هذه الكارثة إذا حفظنا وصال الله العشر ووضعناها موضع التطبيق العملي فإن تم ذلك نلنا سماح الله والغفان انتقلت الأخت الراهبة لوسيا إلى رحمة الله في الحالي عشر من شباط فبراير 2005 بمدينة كوينبرا في البطغال منذ العشرينات ونحن على علم الحذر من أن هذه النبوات من شأنها أن تتحقق بعد وفاة هذه الراهبة السلام من الرب يسوع المسيح مباركين جميعا والرب معكم آمين بمدينة كوينبرا في البطغال بمدينة كوينبرا في البطغال